مرحباً 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 اليوم سنقوم بإمكاني الامر سنقوم بأنواعه سنعرف كيف نكون جملة أمرية في الهتبات وفي النفر بالشرح والتدريبات مرحباً 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 تناسب المستوى الابتدائي والمستوى المتوسط ركز معاً في الشرح درس النهاردة يا شباب معناها الأمر هنتعلم النهاردة مع قاعدة سهلة وبسيطة والشرح إن شاء الله مناسب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ركزوا معايا الأمر يتكون الأمر من إيه يا شباب؟ عندنا نوعين من الأفعال أو نوعين من التكوين النوع الأول وهو الفعل النظيف الامر يتكون من الفعل النظيف يا شباب وحناخد أمثلة على الفعل النظيف إن شاء الله يعني قف اسمع أكتب أوكي؟ يبقى الفعل النظيف يا شباب أو الأمر يتكون من الفعل النظيف لما تحب تكون فعل الأمر وطبعاً إحنا مثلاً لو خدنا مثال أكتب بنقولها بالعربي أكتب منفحش تقول يكتب أو كتبه منفحش تقول الفعل في المضارع ومنفحش تقوله في الماضي نفس الشيء في الإنجليزي لما بتيجي تكون جملة أمرية الفعل لازم يكون نظيف يعني الفعل بدون إلافات الفعل في المصدر الفعل النظيف بدون S بدون ING بدون ED زي ما احنا عارفين مدرسين قبل كده تمام؟ النوع الثاني يا شباب infinitive verb plus object فعل نظيف زائد مفعول فعل نظيف زائد مفعول هناخد أمثلة على الفعل النظيف زائد المفعول do your homework يعني اكتب الواجب sorry your lessons يعني ادرس دروسك make the bed يعني رتب الفراش طيب يا شباب احنا كده خدنا حالة الإثبات ازاي تكون جملة أمرية في الإثبات وخدنا infinitive verb الفعل النظيف و infinitive verb plus object الفعل النظيف زائد المفعول طيب لو احنا حبينا ننفي الأفعال دي يا شباب طيب فكر كده معايا احنا دايما لما بتحب ننفي الفعل النظيف بنين في بأي عرفت حنين في يا أستاذ حنين في بأي يبقى حنقول ايه مع stand up don't stand up sit down listen don't listen write don't try it اوكي؟ بنفس الطريقة حنين في الفعل النظيف زائد المفعول مع do your homework حنقول ايه يا شباب don't do your homework now انا بقول لك امر انك متعملش الواقب دلوقتي اكيد فيه سبب اوكي study your lessons ادرس دروسك هبقول لك لما تجي تنفي هتقول ايه don't study your lessons now ما تدرسش دروسك دلوقتي يعني فيه حاجة تانية هتعملها فانا بقول لك لا تدرس الان so make the bed رتب الفراش بقول لك ايه لما تجي تنفي don't make the bed now يعني لا ترتب الفراش الان فيه مهمة تانية او امر تاني لازم تلتزم فيه اوكي؟ طيب يا شباب احنا كده عرفنا ازاي نكون جملة امرية في الاتبات وكمان ازاي ننفي الفعل النظيف وقلنا بننفي الفعل النظيف بيا شباب don't متنساش طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف الاستخدام يا شباب كيف نستخدم الامر في صياغة الجمل احنا يا شباب عندنا دلوقتي النوع الاول وهو giving order instructions اعطاء الامر او اعطاء الارشادات النوع الثاني شباب وهو giving directions اعطاء الاتجاهات يبقى احنا يا شباب بنستخدم الامر في حاجتين الحاجة الاولى لما تيجي تعطي امر او تعطي ارشاد الارشاد تعطي توجيه تعطي نصيحة فبتستخدم اسلوب الامر طيب كمان لما تيجي توجيه واحد واحد بيسألك على طريق ومش عارف الطريق فانت بتقوله تستخدم الصيغة الامرية في النصيحة او في التوجيه تعالوا كده مع بعض نشوف مع giving order and instructions اعطاء الامر والارشادات ناخد الامثلة مع بعض ونقراها المثال الاولاني لما تقوله واحد stand up stand up برده لما تيجي تقوله keep silent keep silent يعني اسكت بتقوله اسكت listen to your teacher لما تيجي تنصح واحد او تؤمر واحد وتقوله استمع الى مدرسك استمع الى مدرسينك كمان لما تيجي تنفي وتقول مثلا never play in the class ده امر على شكل نفي بنستخدم never never معناها ابدا ابدا لا تلعب فيه الصفة يبقى احنا يا شباب ممكن الاعطاء او اعطاء الامر او الرشاد يكون فيه الاثبات وممكن يكون في النفي زي ما احنا شايفين طيب احنا عندنا sit down sit down sit down write your notes write your notes يعني اكتب ملاحظاتك write your notes ودي غالبا بنعملها داخل الفصل مع الطلبة كمان تقول always do your homework always do your homework يعني دايما اكتب وجبك اخر مثال معنا شباب مع don't play tricks on others يعني لا تلعب الخدع على الاخرين احنا كده اخذنا النوع الاولاني تعالوا كده نشوف ازاي هنعطي امر مع الاتجاهات مثلا انت بترشد واحد لطريق ما اوكي فبتقول له امشي سيدة او امشي في شكل مستقيم امشي على طول هنقوله go straight on go straight on يعني امشي طوالي turn right turn right يعني التاجي يمينا turn left يعني التاجي يسارا كمان take the first turning take the first turning خد اللفة الاولى او خد فوق وتحت الاول اللفة الاولى take the second turning خد اللفة التانية cross the road cross the road يعني بنقول له عدي الشارع او عبر الطريق طيب نكمل مع بعض يا شباب مع الاتجاهات لما تيجي تقول له واحد امشي طوالي امشي بشكل مستقيم بتقول له ايه go ahead بتسوي go straight on go straight on وتسمي اسم الشارع مثلا لما تيجي تقول له واحد go straight on مكة ستريت نفس الشيء go ahead on مكة ستريت so stop at مكة ستريت لما تيجي تقول له واحد او لما توصل شارع مكة وقف على اساس ان هو ايه حيستمع لباقي الايه التوجيهات stop at مكة ستريت اخر شيء معانا go past the cinema يعني امشي مرا بالسينما هتعدي على السينما في طريقك طيب يا شباب احنا كده لخصنا الامر في اعطاء الامر او الارشادات واعطاء الاتجاهات so خلينا نشوف مع بعض practice محضر لكم شوية امثلة و شوية تدريبات ان شاء الله تعجبكم التمرين الاول معنا يا شباب هنتعامل مع choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة وزي ما انت شايف كده paragraph عبارة عن جمل على شكل paragraph عبارة عن فقرة طبعا انا عاوزك تقرى الفقرة بتركيز وتحاول انك تختار الاجابة وتتأنى في اختيار الاجابة و ان شاء الله هعطيك 20 ثانية تقرى الفقرة وتجاوب وتركز وارجعلك تاني ان شاء الله طبعا انا نبدأ في الحال يا شباب طبعا انا نستخدم لو عاوز تخس تفقد وزنة طبعا انا نستخدم طبعا انا نستخدم طبعا انا نستخدم الصيغة الامرية مع الفعل النظيفي بحنقوله never have never have well done so it's very bad for your health يعني مضرة او سيئة على الصحة فبنقوله تاني always does doing do exercises دايما العب تدريبات فحنقوله يا شباب always do always do يبقى الاجابة عندنا do طب خلينا ناخد الجملة الاخيرة doesn't don't didn't eat much chocolate doesn't don't didn't eat much chocolate يبقى هنا يا شباب لما بتيجي تنفي الفعل في الامر الفعل النظيف لازم هتستخدم ايه هنستخدم don't well done كده يا شباب خلصنا التمرين الاول معنا التمرين الاخير ان شاء الله التمرين عن make negative ازاي ننفي الفعل في الامر خلينا كده نشوف make negative number one always go to bed late waste your time cross the street when the light is green okay cross the street when the light is green so دلوقت يا شباب عندنا ثلاث امثلة هعطيك فيهم عشر ثواني وتقدر توقف الشاشة لو حبيت تاخد وقت اطول حل وركز في الحل so تعالوا كده مع بعض يا شباب ننفي الجملة الاولى الجملة الاولى بتقول always go to bed late يعني دايما نروح الفراش تنام متأخر طبعا هنا انا عاوز انفي علشان المعنى يكون meaningful ويكون ليه معنى كويس مقبول هنقول ايه؟ هنشين always ونحط يا شباب هنحط never يبا هنقول يا شباب never go to bed late never go to bed late يعني لا تذهب الى النوم متأخرا لا تذهب الى الفراش متأخرا number two waste your time يعني ضيع وقتك مش ما اقول واحد هنقوله ضيع وقتك بأمر ان هو يضع وقته بان عاوز انفيه بحاولي يا شباب don't waste your time don't waste your time يعني لا تضيع وقتك المثال الاخير cross the street when the light is green لما تكون الاشارة خضرة بقول له عبر الشارع طبعا المفروض اقول له لا تعبر الشارع يبا احنا هنا في حالة النافي هننفي بايه؟ هننفي ب don't cross the street when the light is green لا تعبر الطريق او الشارع لما تكون الاشارة خضرة الاشارة خضرة معناها الطريق السيارات مفتوح كده يا شباب نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا خدنا حالة الاتبات وخدنا ازاي ننفي الامر وكمان خدنا استخدامات الفعل الامر وبنستخدمه مع الاتجاهات ومع الارشادات وكمان تدربنا مع سؤال choose the correct answer اختار الجابة الصحيحة وعرفنا كمان ازاي نعمل make negative كده وصلنا نهاية حلقتنا البسيطة والسهلة والشيقة ان شاء الله بانصحك انك تسمع الحلقة اكتر من مرة وتدعمنا وتدعمك مهم جدا بالنسبة لنا واشاير الحلقة واعمل like وعمل share وفعل جرس التنبيهات عشان يصلك ان شاء الله اشعار بالحلقات الجديدة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اشتركوا في القناة